يا رب حضراتكم مرة أخرى حبيبنا كابتل حسن مصطفى ضيفنا في هذه الفقرة يا كابتل حسن منور الدنيا كالعادة حبيبي ربنا خليك يا كيمو أخبرك إيه؟ كله تمام الحبيب كله حل السلامنا ربنا خليك الزمالك كان حلو النهاردة والنتيجة حلو باتنين يعني أول شيء طبعا مبروك نهاية الزمالك مبروك إن هو سعوده للنهائي وإن شاء الله ياخد البطولة بس أنا لوحد برضو إيه ساعات أنا في حاجات كده ساعات بدهين شوية ببحبش المبالغة في الاحتفال أو الفرحة انت النهاردة برضو بتلاعب فريق متواضع جدا مفروض تكسبه هنا 3-4 وهناك 3-4 فده ده العادي ده العادي اللي مفروض نادي الزمالك يعمله إن أنت تكبر الأمور أنا بحبهاش صراحة ما هكلمك أنا بقى كني إيه أنا كني جمهوري الزمالك هجي أقولك يا الله كابتل حسن أنا بفرح بفرقتي بقى تكسب فرقة ضعيفة فرقة كبيرة أفرح بيها دي نقطة النقطة التانية إنه الزمالك من كم شهر كان فرقة ضعف من كده كمان وكان بيبقى عنده نتاج سيئة معاهم فهم فرحانين بفرقتهم اللي هي فائت فرقة فائت أكيد ودي حاجة برضو ما تزعلش حد أنا دايما أقول النادي الأهلي يكسب جمهوره يفرح ويعمل اللي هو عايزه الزمالك يكسب ويعمل اللي هو عايزه بس أنا بكلم على الفرحة الزي داي إنت مفروض الطبيعي بتاع النادي الأهلي والزمالك إنه هو أنت في البطولة زي دي النادي الأهلي يوصل لنائي البطولة زي دي النادي الزمالك يوصل لنائي ودي طبيعي يعني مياه في المياه مع أني نادي الزمالك في أسوأ حالاته أو حش حالاته البطولة دي نادي الزمالك لازم يأخدها يعني عشان برضو المفهوم المستويات اللي هو بيقابلها أضعف مما موجودين في الدول عندنا جوزيجو ميز النهاردة لو مش تغلش برضه فنان كويس قدام فريق سهل كلنا نتفق ان هو ده فريق سهل ما فقاش خلاف بس لو مش تغلش كويس ما هو الفريق السهل ده يبقى صعب ده اكيد طبعا انا عجبني فيه ان هو الراجل ده عنده تنوع في التاكتك وفي الخطة بتاعته يعني النهاردة هو عمل حاجة كويسة جدا يعني مثلا الماتشاط اللي فاتت كلها كان بيجمع فريق نادي الزمالك كله يعني بيخلهم كده عاكين اتنين 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 كده عاكين نادي الزمالك كده هو بالفرود فالنهاردة لا اختلف النهاردة خلى زيزو فتح الملعب مصطفى فتح الملعب لعب اتنين فرود عشان الكسافة العددية تبقى في التمنتاشر لان الماتش الاولاني ما كانش في عنده كسافة عددية لما بيجي يرفع كروس من ناحية المين او من ناحية الشمال ما فيش حد كان بيكمل مع سيف فلا فيه النهاردة فيه شغل مدير الفني باين عشان برضه لاندي كله حقا احنا كنا ظلمين سامسون لا يعني اتودينيش حتى التتفق قول طيب قول قول انا كنت ظلم لا مش ظلم هو لسه الغد دوقتي معقولش حاجة يعني على الفلسوبيا هو لما المدير الفني دوت عمل حاجة كويسة جدا ايوة ريح العبه نفسيا عملهم نفسيا كويس حسس ان كل واحد ليه مهم صح ان انت دوقتي مهم بالنسبة لي والمرحلة دي ممكن انت تلعب دلوقتي ممكن المرحلة اللي جاي ما تلعبش يعني مثلا ماتش اللي فات سامسونج ما لعبش في الدوري صح وبعد كده لعبه بيديله يعني شوقت لايه نفسه بيلعب اساسي ويطلع ويلعب فده الاحساس نفسه لأي لعب انا لعبت كورة فبيوصلي من المدير الفني ان انا مهم اشتركوا في القناة